اهلا بكم في حلقة جديدة من المسيح والحلم عبد انت او ابن تحب انك تكون عبد ولا حر عبد ولا ابن طبعا انا مش بشجع على العبودية لكن الحقيقة المقصود تحب تكون عبدي لله ولا ابني لله طبعا هتقولها انا عبد لله وما طولش اكون عبد لله ازاي اكون ابن ايوة عايز افرحك اخويا واختي ان الدعوة من ربنا اللي عايزك تبقى ابن هو ربنا الله عايز يدعوك ابن لي الله عايز يدعوك ابن لي هو اللي عايز يوهبك الامتياز ده طبعا هتقول لي طيب ايه الفرق بين العبد والابن اقول لك تخيل الامر على انسان عنده عبد وعنده ابن تفتكر معابلة الابن هتكون زي معابلة العبد سواء كان في التوبة سواء في الاخطاء سواء في الفرح سواء في الحزن سواء في المرض اوضح اكتر لو العبد اخطأ وصاحب البيت اكرمه اكرمه يعني يوم ما يكرمه هيسامحه مرة ويعقبه في المرة التانية وفي الاخر هيقول له برا صح صح طب الابن بقى لو غلط ابنك ممكن تطرده من البيت طبعا لأ لكن ممكن تقدبه لانه اللي بيحبه ابوه بيقدبه العبد ليه يأكل ويشرب من بواقي اكل البيت وإلى اخر وياخد دايما الفضلات كده عزيز المشاهد الله بيقدم لك دعوة بيقول لك عايزي تبنك ازاي هو انك تقبل ابنه يسوع اللي تشارك معك في اللحم والعظام علشان يرفعك انت لمستوى الحبيب يسوع المسيح الانجيل بيقول اما كل الذين قبلوا قبلوا يعني المسيح فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه لما تقبل المسيح صحيح هتبقى انت ابن بالتبني لكن هتاخد كل امتيازات الابن الشعري هتكون ليك ملكوت السماوات ليك الابدية هتكون ليك الرعاية ليك الحماية عايز تبقى عبد وتتعامل معاملة العبيد ولا عايز تبقى ابن القرار ليك بصراحة انا في يوم من الايام طلبت ان انا اقولت له ربا عايز اكون ابن ليك ودلوقتي انا بقول له يا بابا لانه هو مستني اللحظة دي ارجوك اقبل المسيح فالمسيح هو اللحظة دي موسيح 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 موسيح